أنا أعتقد وأظن وأتخيل وأتصور أو أقدر أقولك عندي يقين الناس كلها تيجي تقولك يا جماعة أنتوا يا ترى هل ترى هتتكلموا بقى على القصة بتاعت سناء سيف وعلاق عبدالفتاح واللي حصل النهاردة ومش اللي حصل النهاردة ولا أنتوا بقى هتطنشوا الحكاية ومش هتتكلموا يا مولاك يا ما خلقتني ولا كأن حاجة حصلت لا حاجة حصلت وطبعا نتكلم بس تحالي نقعد نفكر مع بعضه زي ما كنت بقولك قبلها كده بالراحة وبالهداوة وبالعقل وبالحكمة وبالمنطقة هو المؤتمر ده اسمه مؤتمر إيه سؤال والله بتكلم بجد ولا وأنا غلطان صححوني المؤتمر ده اسمه مؤتمر إيه اسمه مؤتمر كوب 27 طب إيه مؤتمر كوب 27 ده ده مؤتمر بيتكلم على المتغيرات المناخية والأخطار التي تواجه الكوكب وحق الإنسان في أنه يعيش على هذا الكوكب الأزرق حياة أقل تلوسا أقل ضررا فإحنا كل حدثنا من المفترض تبقى بالمناسبة لكود المؤتمر لإيه أيوة لكود المؤتمر إنه نتكلم على حق الإنسان في حياة سليمة حياة صحية حياة نظيفة حياة أقل تلوسة ما هواش مؤتمر عن مسألة حرية الرأي والتعبير ما هواش مؤتمر عن لجان العفو ما هواش مؤتمر عن الكلام ده بدليل أنا مثلا على سبيل المثال مفترض أنه سيد علاء عبد الفتاح وأسرته الكريمة بيقولوا ده راجل مواطن بريطاني طب حضراتكوا ليه ما سافرتوش السنة اللي فاتت على المملكة المتحدة وطالبته زي ما طالبته كده السنة دي أنه يحضر ممثل عن الأسرة أي أن كان مين من الأسرة اللي هيروح يمثل الأسرة الكريمة في مؤتمر جلاسجو في كوب ستة وعشرين ده حتى كانت تبقى في بيتها يعني جوه بريطانيا بقى جوه بريطانيا العظمى جوه UK United Kingdom فنطلب ونروح ومنظمة العفو تعمل جلسة ويعملوا ندوة ويتكلموا ويتكلموا على موضوع علاء ما راحوش ليه والله طلبوا واترفض ده برضو سؤال ما ممكن يكون الناس طلبت ويا ولداء اترفض لهم الموضوع ده 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 سؤال أظن سؤال مشروع يعني أجاوبك عشان كود المؤتمر هو كود متعلق بالكود يعني الأساس بتاع هذا المؤتمر هو مؤتمر متعلق بالمتغيرات وبالتلاوس هديك شوفت كده زي ما كنا بنتكلم مع زميلتنا ايمان منصورة بتقولك الناس بتتظاهر هناك بطلوا تاكلوا لحمة ما تلوسوش الجو عايزين انبعاثات أقل عايزين نحن نتخلص من الوقود الأحفوري عايزين نتشغل على الوقود الأخضر عايزين الناس كلها شوف خد بالك بقى كلها في شرم الشيخ بل وفي العالم لا تتحدث إلا عن ذلك تيجي تقولي يوسف انت ما شفتش فرنسا 24 ما شفتش بي بي سي الناس دي غطت تغطية أنا أراها تغطية غير موضوعية وهنتكلم فيها ليه مجرد رأي بتاع رجل يمتهن هذه المهنة من سنة 1993 في مجلة روزي اليوسف موطق قدم اليسار المصري في الصحافة المصرية اليسار المصري كس بيقولك ده أنا ماركس بتاع المهم بس يسيبنا من ده مش مهم أنا خالص دلوقتي وامتهنت مهنة التقديم التليفزيوني سنة 1998 يعني تقريبا أنا بقالي 30 سنة بشتغل الشغل أنا التغطية بتاعة أربعة فرنسا 24 ولا بي بي سي ولا غيرها حدث وبيغطوه حقهم حطينا رأينا في تغطية الحدث يبقى نحط كل الأراءة ده هنا مسألة التغطية الصحفية أنا عايز أقول آراء أسرة علاء عبد الفتاح يبقى كمان أقول قدامها آراء الآخرين من الحقوقيين صح؟ ولا أنا أخد الآراء بتاعة أسرة علاء عبد الفتاح بس ما دي كده من الصحافة كده سمك لبن طمر هندي بجد مش هزار يعني ولو أنا غلطان حد يصححني يعني أتمنى ناس فرنسا 24 يصححونا ناس بتوع بي بي سي يصححونا ناس كبار أنتو ما حصلتوش صححوني قلولي يا جماعة ليه ما اتكلمتوش على تاني رأيي مثلا من هدب الأمصان يعني هو لازم يبقى الرأي هو على عبد الفتاح أو مؤيدي يعني حسان بهجت على سبيل مثال أنا ما فهمتش برضو وهو نشط حقوقي بارز محدش يقدر يقول حاجة يعني الراجل قال لجان العفو أو لجنة العفو اللي تم تفعيلها مرة تانية في مصر أفرجت عن ما يزيد عن 800 شخص يعني في لجنة عفو وسهمت في الإفراج أو صدور عفو رئاسي عن 800 شخص طب حلو جدا إدارة المؤتمر أو إدارة أسف الجلسة نفسها كانت إدارة بالنسبة لي غريبة ليه؟ أنا أفهم كويس قوي أنه في بانل أو متحدثين رئيسيين قاعدين على المنصة بيتكلموا ويقولوا ما يريدونه أهلا وسهلا وبعدين بنخلص كلام وبندي فرصة للحضور بنظام مما لا شك فيه وبرفع الأيدي مما لا شك فيه وندي الفرصة للناس تتكلم وأنا ماينفعش بقى بقول أنا بأشجع وأساعد وأحبز وعلى حرية الرأي والتعبير وأنا ما بديش الحق للمخالف ليه في الرأي أنه يعبر عن رأيه وهو دي برضو حاجة غريبة جدا يعني مصطلح يبدو أنه متناقض مع ذاته اللي هو إيه؟ ديكتاتورية المعارضة يعني أو ديكتاتورية المختلفة أنت راجل بتقول أنا مختلف عنك في القراء وأنا ليا قرائي وأحب أن أعبر عنها بمنتهى الحرية دون قيد أو شرط حلو فأنت بتتكلم هو قاعد على البانيل الناس قاعد على البانيل بتتكلم أو البانيل قاعد بيتكلم عن منص قاعدين بيتكلم طب والناس اللي في القاعة دي ماشي من حقها تتكلم يعني هي محاضرة واللي هي ندوة ونقاش وأسئلة وأجوبة وبعدين المسألة بتاعت أن أنا لما أسأل السؤال فما يتجاوبش علي وأنه نحن خلصنا خلصهم روحين ما دي برضو غريبة جدا طالما أن السؤال مش جاي على هواية فأنا أنهي وامشي طب إزاي موادينة كلها متنقضات يعني على سبيل المثال هو نهادة بالأمصان مع حفظ الألقاب واللي احترام والتأدير هي كمان ناشطة حقوقية بارزة محامية معروفة تتحدث عن الحقوق وعن الحريات وعن الحريات الرأي والتعبير وحقوق المرأة وأظن السيفي بتاعني هادة بالأمصان غني عن أن أنا قاعد أسرد فيه دلوقتي صح؟ خادت حق الكلام مخدتش سألت اتجاوب لا ناشطة أخرى كانت من الحاضرين يمكن أنا لا 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 العجز فيه أنا ولا ضعف فيه أنا معرفش اسم السيدة الفضلة اللي كانت بتتكلم وكانت تحدث باللغة الإنجليزية وكانت بتتكلم عن أنه هو أنتم مدتوش الحق لنهاد أبو الأمصان أنها تتكلم ليه وما سألت لما نهاد أبو الأمصان سألت ده واحدة بقى بتدافع كمان عن موقف نهاد يعني ما هيش نهاد بقى اللي بتتكلم عن نفسها نهاد كانت تقفى فعلا في هدوء شديد ومستغربة إيه اللي بيحصل ما هو ده مش أول مؤتمر ولا أول جلسة ولا أول ندوة تحضرها نهاد أبو الأمصان يعني يعني متمرسة في هذا الأمر صح فالسيدة الفضللة اللي كانت موجودة فكانت بتتسائل هو أنت وما تتلوهاش الحق ليه ونهيته ليه وهي من حقها إنها تسمع إجابة على أسئلتها طيب سيبك من اللي أنا بقوله أنا من أنصار رب صورة تغني عن ألف كلمة لكن يا سلام سلم لو فيديو مصور نشوف الكلام اللي حصل النهاردة كان عبارة عن إيه وبعدين نرجع بس نكمل المناقشة وتاني أنا أتمنى من الكل مع ضد مؤيد معارض بتحب ما بتحبش أنت حر أنا أمتكلم بالهداوة وبالعقل كده نشوف الفيديو كده ونرجع نكمل الكلام فزايح المرأة ملقصة على كل الإنسان هنا الكلام هنا الكلام هنا تفاعد تانية هنا تفاعد تانية هنا تفاعد تانية هنا تفاعد تانية وهنا تسألي يعني دي استراتيجية معروفة جدا عشان تخلي تخرس أي صوت إنك تقول في أنا عمري ما شفت ساعتين نقط ساعتين المتحدثين الرسميين ولا الرئيسيين عمري ما شوفت ده جانبنا مديرة الجلسة يعني وجهت أكتر من مرة إيدي لها وما كانتش عايزة غير لما قلت لها أنا عايزة تتعلم صاحبه منك مايك وراتين هم عايزين يسمع صوت مش عايزين يسمع أي صوت تاني خالص طبعين هنا فيه متضررين تانين يعني طيب أظن ده كان كلام النشطة والمحامية البارزة نهاد أبو الأمصان هي بتتساءل على مسألة الفصل ما بين أو الفصل غير المتوازن في مسألة الحقوق في حريات الرأي والتعبير حقوق الإنسان وحريات المرأة عدم إعطاءها حق الكلمة إن البانل الناس التي تعتقد على البانل دي قعدت تتكلم أجمعها كان قعدت تتكلم حوالي ساعتين ونص خد بالك ساعتين ونص دون أن يعطوا حق الكلمة للحاضرين وإحنا عاديين في محاضرة في الجامعة إيه دي خطبة الجمعة وإحنا مش أخدين بالنا مثلا أو حاجة ما دي شيء غريب برضو صح؟ طيب أنا في الحالة دي أصبح في عندي هنا ده اللي أنا بقولولك بقى مسألة رأي ورأي آخر حريات رأي وتعبير طبعا أهلا وسهلا طيب ده رأي ناس متحدثين رئيسيين قاعدين على المنصة وده رأي حقوقيين دون حقوقيين ودون حقوقيين فتحولت الحكاية بالنسبة لي وكأنها خلاف أو اختلاف ثم صعد الأمر فأصبح وكأنه خناء ما بين طرفين اللي اتنين ناشطين في الحق الإنساني وحقوق حريات الرأي والتعبير والعدلة الاجتماعية اللي اتنين هذا الطرف وهذا الطرف طيب